اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة متجددا برامجكم عدسة اثراء التي من خلالها نقطي جميع الفعاليات المقامة داخل دولة الكويت منها الاجتماعية والثقافية وايضا الدينية والتربوية فأهلا وسهلا فيكم في حلقة اليوم وحياكم الله معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد اخواني واخواتي الكرام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه كما أسأله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يحبب لنا الإيمان وأن يبغض لنا الكفر والعصيان اخواني واخواتي قد تحدث في الحلقة السابقة عن الطريق الموصل إلى السعادة الطريق الموصل إلى السعادة السعادة الحق التي هي فرح الإنسان ويكون قرير العين وأن يكون مطمئنا وأن يكون واثقا وكل هذا يكون بالاعتماد على الله عز وجل ومحبة الله عز وجل وعبادة الله عز وجل والخوف من الله عز وجل والوجل والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى أن يكون إنسان بين الخوف وكذلك يكون بين رجائي ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والمثوبة فقلت أن أول طريق للوصول للسعادة تكلمت عن التوحيد وأنه هو الأصل وأن الله سبحانه وتعالى ما قبل من أقوام صدقتهم وإن كانت هذه الصدقة نفع متعدي وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فالذي منعهم من قبول أعمالهم مع أن الصدقة قلت أنها نفع متعدي ما قبله الله منهم لأنهم أشركوا بالله وكفروا بالله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين فالمشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لا يقبل الله منه حسنة لأنه قد هدم الأصلة فإذا انهدم الأصل نعم لا يقبل الله منه ومتى ما حقق التوحيد ودخل في الإسلام وعمل الصالحات بعد ذلك يقبل الله سبحانه وتعالى منه العمل إذا كان العمل فيه إخلاص لله جل وعلا وكذلك متابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل الأول وهذا هو الأمر الأول أن الذي يريد أن يصل إلى السعادة عليه أن يحقق التوحيد الأمر الثاني أيها الأخوة والأقوات من أراد سعادة الدنيا والآخرة فعليه بالمحافظة على الصلاة هذه الصلاة العظيمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه التي هي كما قال عيسى السلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة هذه الصلاة العظيمة التي كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل أوقات النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون في الصلاة أن يكون واقف بين يدي ربه جل وعلا وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة فكان أفضل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وكان ألف أوقات النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقف مصليا لله عز وجل عندما يقف ذليلا لربه منكسرا خاضعا خاشعا راغبا فيما عنده راهبا فيما عده الله عز وجل من العذاب فالنبي صلى الله عليه وسلم كحالنا كان يدعو الله عز وجل كان يقول الله ما آتنا في الدنيا حسن والآخرة حسن وقنا عذاب النار كما في الآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهي من صلاة بعد أن يتشهد إلا ويستعيذ بالله من جهنم يستعيذ بالله من النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار فالنار فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وإنما حصل له ذلك لأنه استحق لأنه كفر بالله عز وجل وعسى الله عز وجل ولم ينقض إلى أمر الله عز وجل ولم يكن من المصلين قال ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن وطعموا المسكين فكان أول فعل فعله وكان سبب في أن الله عز وجل أدخلهم جهنم نعم ما كانوا مصلين ما كانوا موحدين ما كانوا يعبدون الله عز وجل وإنما كانوا يعبدون الشيطان يعبدون أهواءهم فاستحقوا بذلك عذاب الله ومقت الله عز وجل الصلاة أيها الإخوة يقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فالذي يريد سعادة الدنيا والآخر عليه بالصلاة عليها أن يؤدي هذه الصلاة وأن يقيم هذه الصلاة في أوقاتها التي شرعها الله عز وجل وهذا من تعظيم الله عز وجل أنك تعظم هذه الصلاة أن تصليها في الوقت الذي أرادها الله عز وجل لا أن يصلي الإنسان متى ما شاء ومتى ما قام ومتى ما ذهبت عنه أشغال الدنيا بعد ذلك أن يصلي يجمع الصلاة الظهر والعصر أو يجمع المغرب والعشاء أو يجمعها جملة واحدة متى ما فضى ومتى ما انتهى شغله وإنما الصلاة هي الأصل هي الأصل إذا سمع الإنسان الأذان وثب وقام وذهب إلى الصلاة بخلاف المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤنا الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا بينما أهل الإيمان يقومون للصلاة وهم فرحون وهم مستبشرون ومعلمون أنهم سيدخلون الآن في تلك الصلاة العظيمة التي كانت هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم بل إن الله جل وعلي يقول واستعينوا بالصبر والصلاة إذا جاءتك الهموم والغموم إذا جاءتك الأمراض إذا جاءتك الأخبار التي لا تجعلك تنام ونومك لا يكون فيه راحة فليس لك إلا الله عز وجل ليس لك إلا الانقياد له سبحانه الالتجاء إليه سبحانه وتعالى أن تقف بعد أن تتوضأ وتقف بين يديه وتكبر تقول الله أكبر وتترك الدنيا كلها خلفك وتصلي وتقرأ الفاتحة ثم تقرأ وتتمعن وتخشع في صلاتك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يجعلون لهذه الصلاة مكانة في قلوبهم يعلمون أن الراحة كل الراحة في الصلاة كان يقول عزوز والسلام لبلال أرحنا بها يا بلال أرحنا بالصلاة أرحنا يعني يقيم الصلاة ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم هي الراحة هي المكان الآمن أن تقف بين يدي الله عز وجل أن تكون خاشعا أن تصلي أن تكون قائما تركت الفراش لأجل لأجل الله عز وجل تركت الفراش فرارا من النار تركت الفراش وأنت مسرع إلى جنة الله عز وجل وإلى رضوانه وذلك بطاعة الله الطاعة التامة الطاعة المطلقة لله عز وجل هكذا تتغير الأحوال أن تكون منضبط بهذه الصلاة محافظ عليها أن تؤديها بركوعها وبخشوعها أن تأتي بجميع الأركان والشروط الصلاة لها مكانة عند المسلم والمسلمة الصلاة لها مكانة عظيمة ولذلك شرعت في السماء عندما صعنا النبي صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلاة فرضها وهو عليه الصلاة والسلام في العلو في السماوات ما فرضها وهو جالس هذا يدل على عظم شأنها وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم على فراش موته يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ويقول لعمراء ابن حسين صل قائما فإن لم تستطع وكان مريضا به بواسير قال صل قائم فإن لم تستطع فقاعد فإن لم تستطع فعلى جنب فالصلاة الصلاة لها مكانة عند الله عز وجل لها شأن عظيم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر كما قال عليه الصلاة والسلام ويقول أمير المؤمنين الفاروق عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة والله جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الصلاة الصلاة لا يكون تهاون مهما بلغ الإنسان عنده من الذنوب لكن إياه أن يترك الصلاة لا نقول ذلك استهانة بالذنوب ولكن على الإنسان أن يتقي الله ويبتعد عن الذنوب لكن الصلاة لا يتركها لا يقول أنا عندي ذنوب وأنا وأنا فيترك الصلاة هذا لا هذا أمر لا يجوز فلذلك الله الله بالمحافظة على الصلاة الله الله بكثرة الصلاة الله الله بتعظيمي كل ما عظمه الله عز وجل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلتقي بكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد لكم مننا أجمل تحية ومع السلامة